بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيام بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانى إليها وحتى عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عليات الهمم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم الشهد الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر قيمنا والذي يتهدى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية المناهج الدراسية وتنمية القيم وموضوع حديثنا في هذه الأمسية مع سعادة الأستاذ الدكتور يعني الله القرني عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبد العزيز فأهلاً وسهلاً بكم مرحباً يا بروف الله يبقيك ويسلمك وأنا سعيد جداً بلقاءكم وسعيد جداً لأني أظهر معك لأول مرة الله يعطيك العافية أستاذنا أكرمكم الله دكتور الحديث مع سعادتكم حول قضية مهمة جداً وهي المناهج الدراسية وتنمية القيم إن أذنتم أن نسألكم بداية عن لماذا ننمي القيم يعني ما الأسباب ما المبررات التي تجعلنا نسعى لتنمية القيم بداية طيب كلام جميل جداً في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الموضوع زي ما قلت أنت هو موضوع في غاية الأهمية لكن خلينا في البداية أخوة عبد العزيز نشير إلى أن القيم عشان يكون المشاهدين والمشاهدات معنا القيم هي مجموعة من المعايير والضوابط التي يستند عليها الفرد للحكم على قضية معينة أو حالة أو موقف أو شخص أو فكرة هذه المعايير والضوابط أيضاً يحتكم إليها في علاقته مع ربه في علاقته مع نفسه وفي علاقته مع مع الآخرين مثلاً لو استعدت أنا وإنت ورجعنا مثلاً لحكاية نبينا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوي طيب إيش اللي خلا يتخذ موقف مثل هذا إنها المنظومة القيمية القيمية هي التي قالت له هذا الأمر خاطئ استند إليها وبنى عليها التصرف السؤال اللي أنت طرحته لماذا ننمي القيم؟ لماذا ننمي القيم؟ حنا نلاحظ أخي عبد العزيز في هذه الأيام حجم الانفتاح الكبير اللي موجود في شاعر يصف هذا الانفتاح فيقول يقول من مشرق الأرض إلى المغرب كرحلة الكف إلى المرفق يا الله العالم ما صار يا أخو يا عبد العزيز قرية صغيرة صار غرفة صغيرة يا الله الآن هذا الابن يذهب إلى غرفة ويغلق إيش ويغلق الأبواب و الآن لما يتصفح جواله تعرض عليه الفتن و تقول له هيت هيت لك الآن نحن يش نبغى يا أخي عبد العزيز نبغى أنا مرة والله سأل طلابي سؤال كذا قلت لهم من منكم يريد أن يكون شبيه يوسف يا الله ففي واحد منهم يعني خفيف دم كذا قال في الشكل قلت له لهذه انساء خلينا نتكلم عن السلوك الآن يوسف لما عرضت غلقت الأبواب و قالت هيت لك الآن أنت غلقت الأبواب و الفتن تعرض عليك و تقول لك هيت لك أنت كيف تكون شبيه يوسف تقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي و تترك هذا الشيء و تذهب إلى إلى الشيء الذي دخلت من أجل الاستفادة منه إذن هذا الانفتاح هو سبب أو مبرر لكي ننمي هذه المنظومة القيمة السبب الثاني الاضطراب الموجود في القيم الآن أنت تلاحظ يا أخوة عبد العزيز لما تجي تمر على وسائل التواصل الاجتماعي تلاحظوا أن الناس صارت تقول أن الاعتداء رجولة و أن الرشوة إكرامية و أن الكسب غير المشروع شطارة و أن التبرج و السفور حرية الآن هذا الاضطراب القيمي واضطراب المفاهيم اللي موجودة عند الناس جعلت المعروف منكرا و المنكر معروفا يا رجل الآن لما يجيك واحد مثلا معلم ملتزم يجيك قبل طابر الصباح بفترة و يقول يجي و إيش يقولوا عليه يقولوا مسكين هذا مزودها يعني يقولوا عليه صداق نية هذا هذا ملتزم هذا ملتزم إذن أنا عندي اضطراب قيمي واضح و ما نقدر نغمض عيوننا و نقول ما فيه هذا واحد من المبررات اللي تدعونا لاستخدام العمل التعبوي و المناهج في تعزيز المنظومة القيمية السبب الثالث المهم الفهم القاصر لعملية التربية فهم قاصر لعملية التربية لما تجي تسأل ولي الأمر الآن إيش يقول لك يقول لك شريت له سيارة شريت له أحسن جوال جبت له الجهاز اللي هو يبغاه إذا بغى يطلع مع أصحابه و أعطيه الفلوس اللي هو إيش يبغاه شفت الفهم القاصر للتربية الجانب ماذا المادي فقط ما فيه جانب قيمي جانب وجداني جانب عاطفي جانب غير موجود يعتقد أن هذه هي إيش هذه هي التربية كل هذه الأسباب مجتمعة تجعل تنمية القيم من خلال المناهج الدراسية و من خلال البيئة المدرسية أمر في غاية الأهمية جميل دكتور المنهج الدراسي المحتوى و المنهج الدراسي هو كما لا يخفى عليكم هو أحد ركائز و أركان العملية التربوية و التعليمية لكن قبل أن ندلف إلى هذا الموضوع الهام هل يمكن أن نتعرف معكم و مع السادة المشاهدين حول معنى المنهج الدراسي المقصود بالمنهج الدراسي طيب كلام جميل جدا نحن ندخل على المنهج الدراسي و نبين لماذا يعني هو مهم في تعزيز ماذا في تعزيز المنظومة القيمية المنهج الدراسي و أخي عبد العزيز و الحديث للمشاهدين و المشاهدات فيه فهم قاصر جدا له فلما تجي تسأل أي معلم تقول له ما معنى المنهج الدراسي يعطيك الكتاب يقول لك هذا المقرر إذن هو ينظر للمنهج الدراسي على أنه المقرر أو الكتاب المدرسي أو مجموعة الحقائق و المعلومات و المفاهيم و النظريات التي يتضمنها هذا الكتاب من إيش؟ بين دفته طيب إذا علق في ذهنك أن هذا هو المنهج الدراسي إيش هيكون دورك أنت كمعلم؟ يكون دورك كمعلم أنك تخلص إيش؟ المنهج تخلص المنهج تخلص المقرر و الطالب إيش؟ إذن أنت دورك ملقي و ملقن و الطالب إيش؟ مستقبل و يحفظ و يستظهر يعني يقرأ المعلم عليهم مثلا تبت يدى أبي لهب و تب لكن الطلاب لا يعرفون من هو أبو لهب و لماذا تبت يدى أبي يحفظون الصورة لأنهم ينظرون إلى المقرر على أنه مجموعة من إيش؟ من المعارف و المعلومات يحفظها و جيبها بيش؟ في الاختبار بعدين طيب السؤال الذي يطرح نفسه إيش التعريف الحقيقي للمنهج؟ إيش هو المنهج الحديث؟ لاحظ فيه تعريف جدا جميل لو آمن به كل معلم و معلم يسمعنا الآن لا تغيرت النظرة و تغيرت الممارسات إيش هو المنهج الدراسي؟ المنهج الدراسي هو مجموعة من الخبرات لاحظ معي مجموعة من الخبرات التربوية التي تهيئها المدرسة لطلابها من أجل ماذا؟ من أجل تنميتهم في جميع الجوانب الإيمانية الثقافية الاجتماعية النفسية الانفعالية في كل هذه المعرفية العقلية إذن أنا أستهدفهم في جميع أخلي مر بخبرة والغرض من الخبرة أن ينمو في كل هذه الجوانب طيب أنا ليش أخلي الطالب يمر بخبرة لكي يحدث التعلم التعلم وش هو؟ التعلم تغير في السلوك نتيجة مرور هذا المتعلم بيش بالخبرة نتيجة مروره بالخبرة وتعريضه لمحكات الله ينور عليك الآن يجري تجربة في المعمل يمر بخبرة يقدم في الإذاعة المدرسية يمر بخبرة يشترك في فريق تطوعي داخل المدرسة يمر بيش؟ بخبرة بخبرة المنهج ليس المقرر الدراسي فقط بل يشمل الأنشطة المنهجية والأنشطة اللامنهجية وطرائق التدريس والوسائل والتقويم كل هذه داخلها في منظومة ماذا؟ في منظومة المنهج فلما يعرف المهلم أنه أنا أستهدف الطالب في جانبه المعرفي والمهاري والقيم الوجداني لما يجي على المدرسة يقول يا سلام ليش القيمة اللي اليوم أنا إيهش؟ أنا بغرسها بالإضافة ليهش؟ فلما يتغير مفهوم المنهج الدراسي عند المعلم ستتغير الممارسات ويبدأ يفكر في تنمية الجانب القيمي كما يفكر في تنمية الجانب المعرفي حسنتم يا بروف الحقيقة سبحان الله إذا كان هدف المعلم وفقط الجانب المعرفي ما بين دفتي هذا الكتاب فهي أعمالية بسيطة جدا وقد يستطيع الطالب أن يتعلمها ربما من مقاطع على الإنترنت مثلا تدريس أونلاين بأي طريقة معينة أحيانا بعض الطلاب تكون جانبه المعرفي مميز فهو قد لا يحتاج إلى المعلم الذي يوضح مثلا أو يوضح مسالك هذا البنهج أو هذا الكتاب عفوا لكن حاجة المعلم وعطاء المعلم عظيم جدا كما أن جنايته خطيرة حقيقة أن يتعد عن المنهج الحقيقي دكتور ما مراحل تنمية القيم من خلال المنهج الدراسي طيب القيم لها مراحل وحنا لما نقول أن المعلم والمعلمة يعي تماما مراحل تنمية القيمة سيبدأ يستخدم كل صغيرة وكل كبيرة في البيئة الصفية من أجل نقل الطالب من مرحلة إلى أخرى أول مرحلة من مراحل اكتساب القيمة هي الاستقبال هي ماذا؟ الاستقبال هي الاستقبال الآن أنت أخي عبد العزيز موجود داخل الصف الدراسي وتحكي للطلاب وتتكلم عن إيش؟ عن قضية الإيثار مثلا أو قيمة الإيثار أو قيمة التضحية أو قيمة بر الوالدين لما يصغي لك يلتفت إليك يرغب في سماعك يتقبل ما تقوله من كلمات فهو في مرحلة إيش؟ في مرحلة الاستقبال والاستقبال يكون أخي عبد العزيز عن طريق الحواس الخمسة والحواس الخمسة هي بوابات العقل فهو يسمع ويرى يلمس كل هذه الحواس الخمسة يوظفها في عملية ماذا؟ في عملية الاستقبال طيب استقبال لما يشعر أنك تؤدي عملك وتقدر قيمة ما تقول لديك شعور بما تقول ينتقل هو مباشرة من مرحلة الاستقبال إلى مرحلة الاستجابة جميل ففجأة كذا و أنت تتكلم من فرط إعجابه بك وبسلوكك و بطريقتك في الحديث يرفع يده فجأة كذا هو دخل مرحلة الاستجابة يجي يقول لك طيب يا أستاذ أنت قلت كذا كذا طيب لو حصل كذا كذا الولد دخل مرحلة الاستجابة الآن دخل مرحلة الاستجابة بدأ يشارك بفعالية بدأ يتفاعل يتفاعل معك طيب لو دمعت عيناه لو أنت عطيت قصة مؤثرة استقبالها في البداية فجأة كذا دمعت عيناه إذا دمعت العينان معناته انتقل من الاستقبال إلى الاستجابة هذا مؤشر رائع طيب بعد عملية الاستجابة ينتقل إلى التقييم إيش معنى التقييم؟ معنى التقييم أن يثمن يثمن الطالب عملاً ما أو سلوكاً ما أو يستهجن سلوك آخر و نحن نظن يا بروف أن المتعلم أبعد ما يكون عن التقييم نظن أنه فقط يستجيب و ينبهر و القضية غير ذلك حقيقة الله يسير لك هو إشارتك مرة جميلة شوف لاحظ أنت لو مثلاً تتكلم عن تارك الصلاة أو عاق الوالدي يجي يقول لك إيش لا ليس معقول هل يعقل هذا موجود بيننا؟ أبداً هذا سلوكاً هو الآن من ردة فعله يستهجن الآن يستهجن طيب ليس يستهجن؟ لأنه انتقل إلى المرحلة الثالثة التي هي مرحلة التقييم و التثمين جميل لاحظ؟ و ممكن يقدر يعني مثلاً لو في واحد من المشاهير يوظف شهرته لخدمته لخدمة الفقراء و المساكين و دعم الجمعيات الخيرية تلقاه يجي يقول لك والله بس في مشهور الفلاني حقيقةً يقوم بعمل جداً رائع شوف بدأ يثمن و يقدر إذن هو في المرحلة إيش؟ في المرحلة رقم ثلاثة طيب بعد فترة يدخل مرحلة جميلة يا أخوي عبد العزيز اسمها مرحلة التنظيم جميل إن أذنتم أن نأخذ فاصلاً قصيراً ثم نعود إلى هذه المراحلة الشيء وهو كذلك فاصل قصير أيها الإخوة ثم نعود للحديث الماتع مع سعادة الأستاذ دكتور يعن الله القرني والحديث حول المناهج الدراسية والتنمية القيم لا تذهبوا بعيداً كنوا بالقرب إلى قيم الخير هيا بنا و أرواحنا عاليات الهمم إذا دخلت والإمام ساجد فكبر واسجد معه ولك عدة أجور منها واحد أجر تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقوله إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة إثنان أجر السجود وما بعده ثلاثة أجر الأذكار التي تقولها والدعاء الذي تدعو به أربعة أجر عدم ترك الجماعة والوقوف بلا فائدة كما يفعله البعض بحجة أن الركعة لم تحسب إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين القرام على قناة زاد وقناة الرسالة ما زال الحديث متصلاً مع سعادة الأستاذ الدكتور يعن الله القرني حول المناهج الدراسية وتنمية القيم فأهلاً وسهلاً بكم مرحباً يا بروف الله يبغي في سنوك كان الحديث ماتعاً معكم حول مراحل تنمية القيم من خلال المناهج الدراسية أظن أننا وصلنا إلى مرحلة التقييم نعم الاستقبال ثم الاستجابة ثم التقييم نعم جميل بعد مرحلة التقييم يا أخوي عبد العزيز يصل إلى مرحلة جداً جميلة هي مرحلة التنظيم بمعنى أنه يستطيع أن يجمع مجموعة من القيم وينظمها بحيث تشكل منظومة تتحكم في أقواله وأفعاله أعطيك مثال مرة بسيط جميل لو فرضنا مثلاً أن الطالب هذا مثلاً طالب جامعي مثلاً على سبيل المثال وعنده اختبار يوم غد مثلاً لما بقى يروح الاختبار تعب واحد من إيش؟ من والديه أمه أو أبوه طيب عنده قيمة بر الوالديه وعنده قيمة ثانية التي هي قيمة الالتزام الحضور عشان إيش؟ عشان الاختبار الآن عنده كم قيمة؟ قيمتين اللي يظهر لنا حنا أنها تتصارق القيمتين هذه أيهما يقدم لما يكون عنده منظومة قيمية يشي يقول لنفسه؟ يقول أنا حاخذ أبويا مثلاً وأروح أودي المستشفى من باب بر الوالدين ثم اتصل على واحد من أخواني أقول له تعال خلال الفترة من كذا إلى كذا أختبر أنا ثم أعود مرة أخرى مرة إيش هذه المرحلة؟ هذه مرحلة التنظيم طيب هل أنت أيها المعلم في المدرسة تستطيع أن تكتشف أنه دخل مرحلة التنظيم أنت تقدر تشوفه هو يستقبل وتقدر تكتشفه أنه يستجيب وتستطيع أن تقدر أنه في مرحلة التقييم لكن مرحلة التنظيم هذه قد لا تحدث عندك في البيئة الصفية أو في المدرسة لكن قد تحدث في ماذا؟ في المواقف الحياتية بعد كذا تأتي مرحلة رائعة جداً اسمها مرحلة الوسم بالقيمة الله الوسم بالقيمة جميل لما يوسم شخص فيقال أنت تجي تقول تقول لي مثلاً أبوك تتعامل مع فلان بن فلان كذا كذا أقول لك ليش؟ أقول هذا الرجل يخاف الله جميل حلص بعد فترة رح أسأله مع واحد من الناس قال هذا الرجل طيب يخاف الله وسم بقيمة ما خافت إيش؟ ما خافت الله جميل طيب كيف وسم بالقيمة؟ بعد مشوار طويل خبرات و مواقف ظهر أن هذا الرجل متمسك متى أقول على شخص أقول لك هذا شخص موضوعي موضوعي هذا الشخص كيف وسموه بالموضوعية؟ أصبحت صبغة يعني أصبحت صبغة عنده فأنا أقول للمعلم يا أخي الحبيب الله يسعدك المعلمة ابدأوا بالاستقبال ساعد الطالب على أن يستجيب قل له إيش رايك علشان يستجيب حاول تسأل عن رأيه في بعض المواقف علشان تعرف يثمن يستهجن بناء على معاييره هيش القيمية وهكذا يعني إذا ألم المراحل ستتطور ممارسته تبعا لذلك جميل دكتور لدينا إشكال يبدو لي أن كثير من المربين المعلمين الأباء والأمهات ينظرون إلى قضايا غرس القيم وقضايا التربوية نظرة سطحية ويظنوا القضية بسيطة أو سهلة أنتم تذكرون قضايا منهجية قضايا علمية متسلسلة لا يمكن أن يتقدم خطوة إلى خطوة والآخرين يعني ممكن ينظر إلى القضية بسهولة ثم ينظر مثلا في نجحات الآخرين ويقول أنا أريد والله أبناء مثل هؤلاء طيب يا أخي أنت رأيت الصورة الأخيرة ما رأيت ماذا فعلة في الداخل يعني من عمل وإنتاجه الله المستعين دكتور كيف تؤثر المناهج المدرسية في تنمية القيم لدى المتعلمين أيها أولا خليني أعلق على كلامك الجميل الذي ذكرته قبل قليل دائما عندما نقول نعطي للناس المراحل أو نقول لهم كذا ترى حنا على فكرة يا أخوة عبد العزيز ما نريد أن نصعب الشغلة ما نقول لهم ترى تنمية القيم صعبة عليك لا في سلوكيات أمور بسيطة تستطيع أن تمارسها وصدقني سيتقدم ابنك وإن شاء الله نأتي لها في المحاور القادمة المناهج يا أخي عبد العزيز يعني ودي بس أذكر المعلمين والمعلمات بخطوات كذا ولا ينسوها أبدا المنهج لما يكون في الوزارة نسميه منهج مخطط يقوم به الخبراء بعد ما تقره الدولة يصبح منهجا رسميا يتماشى مع سياسة الدولة مع سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ممتاز يصبح منهجا رسميا المنهج الرسمي هذا يذهب إلى المدارس فينفذه كل معلم بطريقة مختلفة ليش ينفذ المعلم بطريقة مختلفة لأن خلفية العلمية مختلفة خلفية الثقافية خلفية الاجتماعية فينفذ المنهج في ضوء ماذا في ضوء خلفيته وهذا إشكال أبو عدد ملك هذا ما هو إشكال كبير هذا نسميه المنهج المنفذ يسمونه المنهج الواقعي الذي يحدث هل يطابق المنهج الرسمي تماما لا لا يطابق يتفاوت المعلمين في تطبيق المنهج الرسمي طيب أنت الآن طبقت المنهج الواقعي ماشي الحال يوجد هناك منهج موازي يسمونه المنهج الخفي يساعد أيضا في تنمية القيام وقد يؤثر سلبا طيب خليني بس أعطي للمعلمين و المعلمات هدية لا تقدروا بثمان جميل حينما تكلمنا عن الخبرة طيب المناهج وش هي المناهج هي خبرات مجموعة من الخبرات التي يمر بها الطلاب فتتغير سلوكياتهم بناء على مرورهم بهذه الخبرات طيب الخبرات ثلاثة أنواع خبرة مباشرة خبرة غير مباشرة و خبرة مصاحبة الخبرة المباشرة و غير المباشرة تأتي من المنهج الرسمي و الخبرة المصاحبة تأتي من المنهج الخفي طيب سؤال كيف أنا الآن موجود قدام طلابي أشرح لهم عن قيمة التعاون و أعطيهم قصص عليها هم الآن أنا أتحدث و هم يسمعون السماع خبرة غير مباشرة خبرة غير مباشرة طيب إيش أسوي أنا أحولهم إلى مجموعات تعاونية فيطبقون التعاون يبدون إيش يتعاونون مع بعضهم السماع خبرة مباشرة أو غير مباشرة السماع غير مباشرة غير مباشرة أيوة لأنه ما طبق جميل لم يطبق عندما يشاهد أو يسمع أو يقرأ خبرات غير مباشرة جميل طيب الآن سويت مجموعات تعاونية و قلت تعاونوا في حل المسألة الفلانية يبدوا يتعاونوا بروح الفريق الواحد دخلوا خبرة إيش مباشرة هذه اسمها خبرة مباشرة مباشرة طيب خلال هذا العمل إيش يسوي المعلم يمر لما يمر المعلم يشوف طالب يربط على كتفه تشجيع خبرة مصاحبة ما لها علاقة مباشرة بيش بالشغل والعمل أسميها خبرة غير غير مباشرة جميل شايف فالمناهج كيف تؤثر أنت و أنت داخل قل لنفسك كيف أخلي طالبي يمر بخبرة غير مباشرة و خبرة مباشرة و خبرة ماذا و خبرة مصاحبة فلما يجي الخليط المتجانس هذا كله مصلط على قيمة معينة صدقني سيكون التأثير جدا كبير للمناهج الدراسية على سبوكيات الأبناء و أفعالهم و معتقداتهم جميل حقيقة يا دكتور أن أثر المعلم كبير جدا جدا إنه أحسن في أداء رسالته كما أن جنايته خطيرة للغاية إنه قصر الله المستعان أتفق معك أتفق معك والله أستأذنك في فاصل قصير فاصل قصير أيها الإخوة ثم نعود الحديث معكم مع سعادة الدكتور يعنى الله القرني والحديث الماتح حول المناهج الدراسية وتنمية القيم لا تذهبوا بعيدا كنوا بالقرب إلى قيم الخير هيا بنا و أرواحنا عليات الهمم شروط التوبة واحد الإخلاص لله إثنان الإقلاع عن الذنب فورا فإن كان ترك واجبا بادر إلى فعله وإن كان فعل محرما بادر إلى تركه وإن كان ظلم آدميا بادر إلى إعادة الحق إليه واستسماحه ثلاثة إنكسار القلب والندم على فعل الذنب والعزم أن لا يعود إلى الذنب مستقبلها أربعة أن تكون التوبة في وقت القبول القبول العام قبل طلوع الشمس من مغربها والقبول الخاص قبل حضور الأجل إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم جميل أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام لازال الحديث متصلاً مع سعد دكتور يعنى القرني دكتور كان الحديث حول كيف تؤثر المناهج الدراسية في تنمية القيم لدى المتعلمين هل بقي شيء فيها طيب نقطة بس بسيطة يا أخي عبد العزيز ويليت الزمل عندنا في فريق العمل يفتحوننا بس على صورة هنا نحدد منها رسالة صريحة ورسالة ماذا ورسالة غني غالباً أي سلوكيات يعني لو لاحظت مثلاً أخي عبد العزيز شوف الصورة هذه الصورة موجودة على أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين ومشاهدات على دورات المياه صحيح طيب إيش الرسالة الصريحة اللي نفهمها نفهم أنه هذا والله القسم للرجال وهذا القسم لماذا للنساء لكن في رسالة ضمنية خفية تستقر في عقل الفرد وفي قلبه وتؤثر على سلوكياته مستقبلة أنا أتكلم مثلاً عن الأطفال الأطفال اللي في الابتدائي إيش يقول يقول الحرمة هذه اللي اللي واقفة هنا لابسة قصير هذا الكلام أنا وإنت ما نلتفت له ما نلتفت له أبداً هناللي نفهم أنه هذا والله قسم نسائي وهذا قسم رجالي بس الصغير هذا يتشرب الصورة فيها رسالة ضمنية تقوله إذا لبست المرأة تلبس بهذا تلبس بهذا الشكل ولذلك أنا والله يعني ممنون جداً أنا مريت عدة أماكن فوجدت هذه الصورة تغيرت جميل إلى امرأة محجبة إلى امرأة محجبة إيش اللي يحصل في المناهج الدراسية نفس الطريقة الآن تأتي على صورة معينة صورة معينة يعني أذكر مرة مقرر من مقررات اللغة الإنجليزية كنت أتحدث مع زميل لي اللي هو الأستاذ الدكتور عبدالله الحربي في المدينة المنورة يقول فتحنا على مقرر اللغة الإنجليزية ففي درس معين لكن الصورة المرفقة مجموعة على سياكل ويتسابقوا يقول اللي لابس ثوب موجود في الخلف الأخير هذه ليست مقصودة لذاتها هم بس يبينون ترتيب الأول والثاني والثالث لكن إيش الرسالة الضمنية اللي تروح للطالب اللي تروح للطالب إن الثوب السعودي ليس عمليا عند ممارسة الرياضة هذه الرسالة ما هي موجودة لكنها تذهب للطالب فلاحظ الرسائل الضمنية لازم نلتفت لها حنا كتربويين ونستخدمها لتعزز القيم الإيجابية جميل سبحان الله قضية الصورة وأثرها أمر خطير للغاية يعني يتحدثون بعض الباحثين كما لا أخف عليكم مثلا في غضية الرسوم متحركة تجد مثلا الأبيض الغربي مثلا دائما ناجح دائما هو القوي بينما ذلك الأحيانا الملون كما يقولون أو الملتحي يكون هو الذي مثلا مادة الدعابة والسخرية وهذه تترسخ شيئا فشيئا حتى تبني قناعة خطيرا نعم يعني يعني يجب أن نلتفت خصوصا في الميدان التربوي يجب أن نلتفت مثل هذه الأمور وبدل أن توظف سلبيا يجب أن توظف إيجابيا جميل القيم الإيمانية دكتور قيم مهمة جدا وهي قد تكون ركيزة هامة في بناء الجانب القيمي لدى المتعلم كيف يمكن أن توظف هذه المناهج الدراسية في بناء القيمة الإيمانية دكتور طيب كلام جدا جميل أخي عبدالعجيز أنا أقدم للمعلمين والمعلمات بإذن الله تعالى ومن يشاهدنا الآن يعني ما عليك أن أكثر من الكلمة هذه بس أقولها لما أشعر أن الشيء مهم جدا هدية لا تقدر بثمات الأستاذ دكتور يعني الله لا يتحدث من درج عاجي الله من المشاهدين سبق له أن تشرف بالعمل في التعريم العام ثم أستاذا جامعية نعم والله سعدك القيم الإيمانية هي مجموعة من القيم المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية طيب حنا إيش نبغى لما ننمي القيم هذه نبغى هوية إيمانية محققة طيب لو نشوف بس مع المشاهدين المشاهدات الجدول هذا أو هذه النظرية هذه النظرية أخوي عبدالعزيز هي نظرية لعالم اسمه مارسيا يتكلم عن هوية المراهق المراهق هذا ترى في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية الثانوية إيش يقول يقول لاحظ معي في الجدول يقول درجة استكشاف عالية مع درجة التزام عالية تعني هوية محققة طيب إيش معنى الكلام هذا خليني أخذها على الهوية الإيمانية لو أن طالبا التزم بالصلاة إيش نقول التزم بالصلاة خلاص هذا ملتزم طيب لما تجي تسألوا لماذا تصلي يجيبك يجيبك لماذا تصلي يجيبك طيب لما تسألوا عن أركان الصلاة واجبات الصلاة شروط الصلاة يجيبك إذن درجة الاستكشاف عالية والالتزام ماله عالي عالي هذه هوية إيش محققة هوية إيمانية محققة طيب تعال شوف الإشكالية يا أخي عبدالعزيز ممكن تكون الهوية الإيمانية مكبلة أو معاقة جميل كيف لما تكون درجة الاستكشاف ضعيفة ودرجة الاتزام عالية كيف يصلي يلتزم بالصلاة لكن تسأله لماذا تصلي ما أعرف أنا يعني آبائي وأبوي يلتزم بالصلاة فالتزمت شايف كيف هوية نسميها هوية معاقة أو هوية مكبلة لا يعلم لماذا يصلي طيب إشكالية أخرى إيش هي الهوية المؤجلة اللي عنده درجة استكشاف عالية يعرف كل شيء ولكنه غير ملتزم ولكنه غير ملتزم هذه نسميها هوية إيش مؤجلة أما الهوية المشتتة فلا التزام ولا استكشاف ما عنده معرفة ولا عنده التزام هذه هوية المشتتة جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت لست أدري و لماذا لست أدري لست أدري الله مستعلم هذه هوية مشتتة طيب إيش نبغى من المناهج الدراسية حسنا نقول لأخواننا المعلمين و المعلمات ساهموا في تحقيق هوية إيمانية محققة فلما تجي الدرس الصلاة لا تقول للطالب فقط هي أقوال ويش وأفعال قل له هي صلة بين العبد و ربه و ربه أخبره قل له ما معنى الصلاة ما معنى أن تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى تناجي تسأل تحمد ما معنى هذا الكلام أخبره أن ما بين الصلاة و الصلاة هي غسيل لهذه الذنوب كفارة للذنوب يعرف الآن هو لماذا يصلي يعرف واجباتها شروطها أركانها يعرف كل شيء فنساهم في تحقيق يا أخي والله أنا أزع صراحة لما أجي أسأل طالب يا شيخ تعال في الرياضيات مثلا في الرياضيات مثلا على سبيل المثال لما تجي تسأل الطالب تقول له طلع لي تكامل الدالة الفلانية يطلعها اسأل وقول له ما معنى التكامل قال لك ما أعرف طيب وش أهمية التكامل في حياتنا ما أعرف والله ما أعرف حسن ما له أهمية كيف تحقق له هوية رياضية إذا أنت ما جاوبت على هذه الأسئلة فالمناهج الدراسية يجب أن يعمل المعلمين والمعلمات جاهدين على تحقيق هوية إيمانية قوية بزيادة درجة الاستكشاف و الحث على الالتساء جميل نستألنكم في فاصل نأذنتم دكتور وهو كذلك فاصل قصير ثم نعاود الحديث معكم كنوا بالقرب إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم صلاة الجماعة نعمة عظيمة فيها فوائد منها يضاعف بها الأجر لسبع وعشرين درجة يحصل بها التنشيط للعبادة تحقق المساواة بين المسلمين غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم يحصل بها المودة والمحبة والألفة نتيجة الاجتماع يحصل بها الوحدة باجتماع المسلمين في مكان واحد على إمام واحد هدأت أصوات وعيون في منتصف الليل الهادي وتلألأت الأنجم فيه فاختلط بياض بسوادي والفرش اللينة تجافت عنهن جنوب العباد انتصف الليل فقوموه واجتنبوا كسل الرقادي هل من داع أو مستغفر فالله على الخلق ينادي فاغتنموا الفرصة تنفعكم في يوم قيام الأشهاد إلى قيم الخير هيا بنا و أرواحنا عاليات الهمم أهلا و سهلا بكم مشاهدي الكرام الحديث معكم سعاد الدكتور حول المناهج الدراسية و تنمية القيم انتقل إن أذنتم حول دور المناهج الدراسية في تعميق و تعزيز القيم الاجتماعية هذا كلام جدا جميل و سؤال جدير بالاهتمام أولا لازم نعرف أن المناهج الدراسية لها وظيفة اجتماعية و أن المدرسة المدرسة ما هي إلا مؤسسة اجتماعية إيش معنى مؤسسة اجتماعية؟ يعني يفترض أن تكون انعكاس حقيقي لما يحدث في ماذا؟ لما يحدث في المجتمع فإذا أنا أتكلم مثلا عن مشكلات اجتماعية فهجب أن أناقش مثلا الطلاق عشان أنا انعكاس حقيقي لما يحدث في الخارج لو في الخارج بيع و شراء يجب أن أعود أبنائي و أدخلوا المقصف يبيع ويشتري لأنها إيش؟ انعكاس لماذا؟ للمجتمع الحقيقي إيش الشيء اللي أنا ودي بس أنبه المعلمين و المعلمات له وللحديث ترى يطول جدا حول القيم الاجتماعية لو بس شاركوني الزملاء الصورة الثقافة المجتمعية أو ثقافة المجتمع تتكون من ثلاثة ايش؟ من ثلاثة عناصر العموميات و الخصوصيات و البدائل و المتغيرات طيب إيش معنى العموميات؟ العموميات هي التي يشترك فيها أغلب أفراد المجتمع زي اللغة و الزي اللغة و الزي كلنا كسعوديين مثلا نشترك في هذا الزي واللغة هي اللغة العربية هذا يسميها إيش؟ عموميات الثقافة المجتمعية طيب الخصوصيات يختص بها فئة معينة المعلمين يختصون بثقافة معينة الأطباء يختصون بثقافة معينة المهندسين لهم ثقافة معينة و هكذا البدائل و المتغيرات هي مجموعة من العناصر الدخيلة التي تأتي غالبا من ثقافات أخرى فإذا كانت حسنة وجدت طريقها ليش؟ للدخول و إذا كانت سيئة تقبلها البعض و رفضها البعض الآخر فين تقع الإشكالية يا أخي عبد العجيز لما يجي البديل لما يأتي البديل يدخل شوف كيف كيف البديل يؤثر على ثقافة المجتمع يأتي البديل فيدخل يقبله البعض و يرفضه البعض الآخر طيب لما تقبل فئة معينة ينتقل من البدائل إلى إيش؟ إلى الخصوصيات و بعد فترة من الزمن ينتقل إلى ماذا؟ إلى العموميات إيش دورنا نحن في المناهج الدراسية إيش دورنا نحن كمعلمين و معلمات إنه لما نشوف البديل الذي بدأ يدخل و نراه في سلوكيات أبنائنا و نعرف أنه بديل لا يتناسب مع المنظومة الاجتماعية الموجودة فنجي إيش؟ نسلط الضوء عليه بحيث يبقى بديلاً و لا ينتقل إليه إلى الخصوصيات ماذا حدث في المجتمعات الغربية؟ الشواذ ذولة و العياذ بالله دخلوا في البداية ترى دخل هذا الشيء كبديل بعد فترة أصبحوا مجتمع يسمونهم مجتمع ما يقولون لهم شواذ يقولون لهم مجتمع إيش؟ المثليين يلطفون العبارة نعم فانتقل من البدائل إلى إيش؟ إلى الخصوصيات الآن بدأت بعض الدول تشرعها عشان تنقلها من البدائل ليش؟ إلى العموميات و إذا انتقلت إلى العموميات صرنا نعاملها زي ما نعامل اللغة حاجة عادية جداً موجودة في كل المجتمع هنا تقع المشكلة و تقع المصيبة الكبرى و لذلك يجب أن يلتفت المعلم و المعلمة و يوظفون كل عناصر المنهج من أهداف و محتوى و أنشطة منهجية و أنشطة لا منهجية لتوجيه الأبناء و رفع إدراكهم حول أن هذه البدائل تتنافى مع المنظومة القيمية و أن دخولها قد يشكل خطراً عليهم في المستقبل جميل و هنا دور حقيقة المربي سواء كان معلماً أو والداً في رصد هذه التغيوات رصد هذه السلوكيات الدخيلة للأسف كثير من الناس يتفاجأ أحياناً قالوا الله تفاجأت أن ابني أصبح كيته و كيته هو لم يصبح كما لا يخفى عليكم كذلك بين عشية و بلا شك القضية تسربت قليلاً قليلاً حتى بدأت تأخذ موقعاً خطيراً دكتور ما الأسس النفسية التي يجب مراعاتها في المناهج الدراسية من أجل تنمية القيم لدى المتربين طيب أنت كمعلم مسؤول أو معلمة مسؤولة ما تقدر ترى تنمي القيم عند الطالب إذا أنت ما تعرف ما هي خصائص نموه ما هي احتياجاته ما هي ميوله ما هي اتجاهاته يا رجل أنا أعطيك بس مثال بسيط على سوى أنا أعرف أن الوقت بدأ يضيق جميل الميول و الاتجاهات مثلاً هذه جوانب نفسية طيب ما معنى الميل الميل نزعة سلوكية تجعل الطالب أو المتعلم يميل إلى نشاط معين فيقول لك إيش أنا أحب أنا أرغب أنا أريد أنا أفضي طيب الاتجاه وش هو؟ الاتجاه موقف يتبنى المتعلم تجاه موضوع أو قضية فيقول أؤيد لا أؤيد أنا محايد طيب أنت لازم تعرف إيش القضايا مثلاً الموجودة الجدلية وتطرحها على طلابك عشان تعرف إيش الاتجاهات الإيجابية والاتجاهات السلبية أعطيك مثال يعني لموقف أنا سويته مع طلابي في الجامعة أنا جيت سألتهم سؤال كان عندي قيمة أريد أن أغرسها ما هي؟ احترام الرأي الآخر احترام الرأي الآخر فجيت عندهم وركزت على قضية الاتجاه فقلت لهم قيادة المرأة للسيارة طبعاً قبل أن يتم إقرارها من يؤيد قيادة المرأة للسيارة؟ فطلعوا جزء بسيط من الطلاب طيب الذين لا يؤيدون طلع إيش الأغلبية إيش سويت؟ ذهبت للذين يؤيدون وقلت لهم سأفترض أنكم إيش؟ يؤيدونهم سأفترض أنكم لا تؤيدون قيادة المرأة للسيارة طلع ورقه وقلم واكتب جميع الأسباب التي تجعلك لا تؤيد يلتفتوا لي يقولوا نحن نؤيد قلت لا أنا سأفترض أنكم لا تؤيدوا اكتب جميع البر وذهبت إلى الفئة التي لا تؤيد وقلت سأفترض أنكم تؤيدوا اكتب جميع المبررات التي تجعلك تؤيد كل إنسان الآن بدأ يكتب شيء مختلف مع اتجاهه مختلف معه مع الاتجاه بعد فترة بدأ هذا الذي يؤيد يسرد مبررات الفريق الآخر والعكس صحيح ما كانت النتيجة باختصار شديد بدأ واحد هنا يقول والله بدأت أحترم رأيهم أحسن معهم حق هذا يقول والله يعني صراحة لما نظرت للأمور من زاويتهم حسيت فعلا أنهم منطقيين هذا المنطق أو الطريقة لتنمية القيمة من فين جت؟ جت من دراسة الاتجاهات اللي هي جوانب ماذا؟ جوانب نفسية لازم تعرف الطلاب وشي يحبون طيب الطلاب الآن أغلبهم يحبون يتابعون كرة القدم صح أو لا؟ جميل طيب أنت تبغى تنمي عندهم قيمة العمل بروح الفريق يا أخي جيب لهم هجمة كذا لنادي معين عرفت كيف؟ وأنه مرتب الهجمة رايحة جاي لن جاي إيش؟ القول بعد ما جاء القول أنا أنمي القيمة من خلال شيء هم إيش؟ هم يحبون فأنا أستند على الأسس النفسية وأبني ماذا؟ وأبني القيمة جميل نستأذنكم في فاصلا قصيرا نذنتم وهو كذلك فاصل قصير أيها الإخوة ثم نعود إليكم لا تذهبوا بعيدا كنوا بقر إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عليات الهمم كيف توصل الرحم ارفع لواء صلة الرحم بين أفراد أسرتك بالتعارف والتواصل والتكافل وحضور المناسبات العائلية والمبادرة بالتهاني والتبريكات والزيارات عرف أفراد العائلة بشجرة عائلتهم وأنسابهم أنشئ مجموعة واتساب تجمع الأقارب والأباعد من عائلتك وكن أنت المحرك والبادئ والمحمس للعلاقات الأسرية والعائلية واكسب أجر صلة الرحم والدعوة إليها ودلالة الآخرين عليها فالدال على الخير كفاعله ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه أهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكرام أهلا وسهلا أستاذنا الكريم كان الحديث معكم في الفترة الماضية حول المناهج وطرق تنمية القيم عن طريقها نذهب إلى شيء قريب ربما وهو طرائق التدريس ما هي أساليب وطرائق التدريس التي يمكن من خلالها تنمية القيم لدى المتعلم طيب هو كلام جدا جميل وأتوقع أن نحتاج حلقة كاملة لكن خليني أسلط الضوء على بعض طرائق التدريس في طريقة جميلة يا أخي عبد العزيز والحديث المشاهدين والمشاهدات يسمونها التغيير المفاهيمي التغيير المفاهيمي أو تغيير التصورات البديلة أحيانا يكون عند المتعلم أو المتعلمة تصورات بديلة تصورات بديلة أنا أبحث عنها وأحاول ماذا؟ وأحاول تعديلها أعطيك مثال مثلا أعطيك مثال الآن لما بعض طلابنا بكل أسف حتى في الجامعة لما يجي يشوف عامل يشيل النفايات يش يقول عليه؟ يقول هذا زبال هذا إيش؟ زبال بينما هو عامل إيش؟ نظافة عامل نظافة سألت الطلاب مرة قلت من هو الزبال؟ الزبال اللي يأخذ الفاين أكرم الله المشاهدين ومشاهدات ويرميها معيش مع النافذة اللي يرمي هذا المفاهيم البديلة التصورات البديلة هذه مشكلة كبيرة جدا فأنا أتناقش مع طلابي وأعرف ما هي التصورات البديلة وأعطيهم إيش يعني في فترة ماضية كان تجي الصهاريجة هذه اللي مكتوب عليها صرف صحي نعم صرف صحي اللي أكرمك الله تأخذ النام مكتوب عليها صرف صحي أقول لأبناء الطلاب هذا مو صرف صحي هذا صرف غير إيش؟ غير صحي صرف غير صحي إياك أن يكون عندك تصور بديل لا نبغى التصورات الحقيقية خطيرة هذه القناعة خطيرة جدا جدا فلذلك كان في استراتيجية اسمها معالجة التصورات البديلة هذه واحدة اثنين المناقشة العقلية المناقشة العقلية كيف يقول عبد العزيز؟ أنا بعطي المعلمين ومعلمات خصوصا معلمين التربية الإسلامية يعني هدية لا تقدر بثمن بس يفكروا فيها يعني بدل أنت ما تقعد تتكلم عن القيمة وخصائصها وأهميتها ومدري إيش حط للطالب حالة وناقشوا فيها عقليا كيف؟ أقول له مثلا ذهب محمد إلى المطعم ليشتري طعام الغداء ليشتري الغداء وكان في الطابور موجود وهو في الطابور في السراء جاء رجل كبير في السن وبدأ يطلب طلبه قال له العامل يا عم روح فيش في آخر الطابور حافظ على النظام الشايب مسكين راحيش آخر النظام آخر النظام ايش يسوي محمد يا جماعة؟ هل يترك الشايب هذا في الأخير؟ وعلشان القيمة قيمة الالتزام والانضباط أو يقدم وهو ياخذ نفسه ويروح للأخير ويقدم قيمة احترام ايش؟ احترام الكبير ونقاش اسمع هذا واسمع هذا واسمع هذا واسمع هذا اسمها مناقشة ايش؟ حقلية أنمي عنده قيمة احترام الكبير ونمي عنده أيضا قيمة ايش؟ الالتزام قيمة الالتزام هذه يسمونها الصراع القيمي الصراع ماذا؟ بس صراع بين قيمتين كلها ايش؟ جميلة كلها جميلة هذه واحدة من النقاط أيضا من طرائق التدريس الجميلة الممارسة العملية يا أخي أنت تتكلم عن حفظ النعمة صح؟ عن حفظ النعمة يا أخي شكل فريق تطوعي وعطهم الأدوات وقلهم في مناسبة عند زميلكم الفلاني نبغى بعد ما تنتهي المناسبة نجمع ايش؟ نجمع هذه وخطوا اللابك وروح وزعوها على عمال المحطات اسمها ممارسة عملية ما أقدر أسوي ممارسة عملية لقيمة معينة داخل المدرسة؟ أقدر زي ممارسة ايش؟ النظافة مثلا على سبيل المثال يعني عندنا مبادرة كذا سويناها في الحي وخلينا نعلنها على الهوة كذا جميل بمرافقة زميل عزيز لي اسمه محمد الشهري جميل هو اللي ابتكر الفكرة وحفزته ليش؟ لتنفيذها عندنا مدخلين في المسجد ايش حطينا؟ حطينا هنا طاولة وهنا طاولة وموجود عليها كيس فيه ايش؟ أكياس نفايات بيضاء شكلها حلو والكيس الثاني فيه ايش؟ قفازات قلنا للإمام حث أطفالنا وأبنائنا أنهم وهم طالعين مع الباب يحط القفاز في يده اليمين ويشيل ايش؟ الكيس بيده اليسار ويبدأ يلقط النفايات من المسجد؟ الين ايش؟ البيت الين البيت؟ و أقرب درامز باله ايش؟ يرنيها فيه بدأوا لأولاد الآن يمارسون ممارسة ايش؟ عملية والله ما تتخيل قديش السباق على ايش؟ على العمل و شغلة سهلة جدا هذه اسمها ممارسة ماذا؟ الممارسة العملية هضيف لك نقطة أخيرة هنا لأني أعرف يبدو أن وقتك ضيق ولا لا؟ نعم صحيح طيب القصة استخدام ماذا؟ القصة طيب أعطيك مثال لو مثلا أنا عندي قيمة تعظيم الله عز وجل بقي ثلاث دقائق لا بس جميل لا بس قيمة تعظيم الله سبحانه وتعالى أعطي للطلاب قصة قصة وهي واحدة من أساليب التدريسة الجميلة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان في الحرم يهج في الحرم المكي و التقاه عبد الملك بن مروان و كان أميرا للمؤمنين أنا ذاك فقال له يا سالم سلني حاجة قال والله إني لأستحي يا أمير المؤمنين أن أسألك وأنا في بيت الله الله أكبر فانتظره حتى خرج من الحرم المكي و لحقه و قال له يا سالم سلني حاجة قال أمن حوائج الدنيا يا أمير المؤمنين أمن حوائج الآخرة قال من حوائج الدنيا قال ما سألت الدنيا ممن يملكها أفأسألها من عبد الله يملكها الله أكبر لاحظ هذه تنمي عند الطلاب تعظيم الله سبحانه وتعالى و طبعا الطرق و الأساليب كثيرة جدا و قلت لك أنها تحتاج إلى حلقة كاملة يعني لكن يحاول المعلم و المعلمة أن يختنص أي فرصة من أجل تعزيز القيم سبحان الله دكتور المتأمل في هذه الطرائق الماتعة و الجميلة التي ذكرتموها يجد لها شواهد كبيرة جدا في السيرة النبوية حقيقة في تعامل النبي السلام مع أصحابه في تعليمه بالمواقف في تعريضهم لمحكات يصل بها صلى الله عليه و سلم إلى مستويات عليا في الجانب المعرفي و السلوكي و الوجداني و الإيماني والله يا أخوي عبد العزيز كلامك الجميل هذا أنا تذكرت على طول أن النبي صلوات ربي و سلامه علي رأى امرأة تلتقط ابنها من السبي فترضعه فالتفت للصحابة و انتهز الفرصة لتعزيز القيمة قال أرأيتم هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا قال لله أرحموا بعباده من هذه بيش بولدها فرصة يسمونها في طرائق التدريس انتهازيش الفرص انتهاز الفرص جميل لتعزيز القيم دكتور كيف يمكن تعزيز القيم من خلال التقويم دائما ينظر إلى التقويم لأنه مرحلة خطيرة جدا محك صعب جدا على المتعلم و على أحيانا المعلم كيف يمكن أن نعزيز القيم من خلال التقويم طيب أولا يجب أن يعلم المعزين أنه أنا سأقوم النواتج المعرفية عن طريق الاختبارات مثلا و أقوم النواتج المهارية عن طريق التطبيقات العملية مثلا و أقوم النواتج الوجدانية عن طريق الملاحظة مثلا و أريد أن ألفت العناية لشغلة جدا جميلة في الموضوع هذا لازم يعرف كل معلم و كل معلمة أن التقويم من أجل تعديل المسار و ليس من أجل إصدار الأحكام جميل الآن حنا نضع للطالب تقدير كمي نقول له والله أنت جايب خمسة من عشرة أو جايب اثنين من عشرة طيب يقيمونه فيقولون أنت طالب ضعيف إذن حنا الآن قدرناه كميا و أصدرنا عليه حكم حكم طيب و أين تعديل المسار فين تعديل المسار لما يعرف الطالب أنه أنا مستهدف في تعديل المسار يبدأ يحترم المعلم و يحترم المدرسة أنا مهم بالنسبة لهم يهمهم جدا يعدلون مساري أختم يا أخوي عبد العزيز لأنني عارف أن وقتك انتهى التقويم إما أن يكون معياري المرجع أو محكي المرجع أو ذاتي المرجع أغلب المعلمين بكل أسف يعتمدون معياري المرجع و هو مقارنة الطالب بيش بزملائه و هذه فيها إشكالية كبيرة تؤدي إلى الأنانية و الحقد و العسد و و و و لكن ذاتي المرجع يعني الطالب حقق اليوم في الاختبار الدوري الأول درجة و قدرها مثلا 12 من 20 في المرة اللي بعدها جاب 18 من 20 تحسن أو لا؟ كثيرا تحسن هذا نسمي ذاتي المرجع فأجي أقول له برافو عليك كنت 12 وأصبحت إيش؟ 18 18 ذاتي المرجع أو محكي المرجع أنا سأضع لك إيش؟ 70% إذا وصلت إليها معناه تحققت ماذا؟ المستوى المطلوب فخلونا نعتمد على التقويم ذاتي المرجع أو محكي المرجع أكثر من اعتمادنا على التقويم معياري المرجع حتى نستطيع تعزيز وتنمية المنظومة القيمة رائع جدا شكرا لكم سعادة الأستاذ الدكتور يعني الله القرني كان حديثكم ماتع حول المناهج الدراسية وتنمية القيمة بل ماتع جدا والله الله يكرمك و يبارك فيك و أنا سعيد بوجودي معك والله الله يعطيكم العافية شكرا لكم أنتم و شاهدين الكرام إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نستطيعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بأخلاقنا نرتقي و القيم بهذابنا و بحسن الشيام بتكميلها بوعث المصطفى لأمتنا و لكل الأمم لعانى إليها و حث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا و أرواحنا عاليات الهمم ترجمة نانسي قنقر